إخواننا وأحبتنا في مصر قلب العروبة لطالما أن إسرائيل دخلت إلى الضفة الغربية فغدا ستدخل إلى الأردن ربما أو إلى مصر لطالما أن الشعب العربي يزحف وينبطح أنتم ساكتون، صامتون، تختبئون في المطابخ وخلف نسائكم لأنكم لا تريدون أن تنصروا إخوانكم في غزة بل لا تريدون أن تنصروا المواطنين المصريين المتواجدين في غزة 30 أربعين ألف مصري ومصرية في غزة أنتم تصاهرون أهل غزة يعني على الأقل إذا كنتم لا تريدون أن تنصروا أهل غزة الفلسطينيين فانصروا إخوانكم من المصريين على كله إذا كانت إسرائيل قد دخلت وتغطرت وتغطرصت ودخلت إلى غزة فما المانع أن تدخل إلى مصر؟ مثلا مثلا يعني فإذا دخلت إلى مصر ماذا تصنعون؟ كيف تواجهونها؟ كيف تواجهون الجيش الإسرائيلي مثلا؟ وجيشكم غير قادر يعني طائراتكم ودباباتكم مثلا غير قادرة على المواجهة والشعب المصري لا يمتلك يعني صواريخ ورشاشات أنتم ناس مسالمين تسكتون وتصمتون عايشين بهدوء بطمأنينة يعني لكن إذا صار ودخل الجيش الإسرائيلي إلى القاهرة وإلى مصر فكيف تواجهون هذا الجيش؟ عندي لكم خطة بسيطة جدا هذه الخطة مؤلفة من أربعة أساليب الأسلوب الأول أنكم تقدمون للجند الإسرائيلي صحن من الفول والطعمية هذا الصحن كفيل بأن يجعل من الجندي يدوخ أو يسطل مثلا أو مثلا يعني ينعس ينام الفول والطعمية قنابل هذه يعني أنت ما تستئل هذه شيء خطير هذا الفول وما الفول وكذا يا الله أكبر هذا كله يجعل تفاعلات في يعني الدورة الدموية كذا فبينعس الجندي الإسرائيلي فأنت تأخذ له منه رشاشه وتسيطر عليه الشيء الثاني هو الصاروخ الحشيش طالما أن الحكومات عندكم يلهوكم بهذه الأمور ويشغلوكم ويدخلوا يعني أنواع الحشيش والمخدرات حتى الناس تلتهي حتى الناس يدوخ حتى الناس يعني يطير كالحمام في الفضاء حتى لا تستطيعوا أن مثلا تنزلوا إلى الشوارع تنصبوا الخيام تستنكروا وتتظاهروا تتأثروا مثلا تدافعون إخوانكم في غزة تبقوا في بيوتكم وأنتم يعني تشربون هذه المادة يعني المخدرات فلطالما أن هذا السلاح موجود عندكم كل جندي مثلا إسرائيلي أعطيه سيجارة حشيش فهذه السيجارة كفيلة بأنه هذا كمان يفقد يعني صوابه يفقد يعني ما يعود يعني يسيطر على حاله فيترك سلاحه فأنت تأخذ منه سلاحه حشيش أنت تحكي عن مخدرات الشيء الثالث هو الرقص يعني مثلا مجموعة من الجنود دخلت إلى حي فأنت تأتي لهم برقاصة ترقص لهم فهن يعني بينبسطوا ويرقصون معها فيتركوا سلاحه الشيء الثالث هو أم كلثوم يعني تضع صوت أم كلثوم على المكبرات الصوت وبالتالي لأن الإسرائيليين يحبون أم كلثوم كثيرا كثيرا ما بعرف شو السر يعني يحبوا الطرب فضعوا لهم أم كلثوم على المكبرات الصوت وبالتالي فهنهم يلتهون بصوت أم كلثوم أو شيء حوتت عيني يا ظلمني قددت حبك ليه لسه فاكر قلبي يديلك أمان حيرتي قلبي معاك أي شيء يعني كله بيمشي فهكذا تستطيعون أن تسيطروا على الجيش الإسرائيلي داخل مصر وإلا يعني أن تحفروا خنادق مثلا أو ملاجئ تحت المباني ما بيصير لأن المباني عندكم مغشوشة التجار الكبار يغشون الناس ويتعاملون مع بعض المسؤولين بالدولة حتى يبنوا بنايات كلها مغشوشة فتقع هي عم توقع بلا ملاجئ فكيف يعني تحفرون الملاجئ مشكلة الملاجئ وبالتالي فأن عندكم هذه الخيارات الأربعة مهمة جدا أن تستعملوها ويعني تستطيعون أن تنتصروا على عدائكم وشكرا